تطبيق مجتمع واعي استحداثها مؤخرا كخدمتي التسجيل لأخذ اللقاحات المعتمدة وخدمة إصدار شهادة التطيع هو حصيلة جهد حكومي تعاونت ببذله مختلف الجهات الرسمية المعنية بمحاربة خطر انتشار فيروس كورونا والحد من توسعه داخل أوساط المجتمع البحريني الواحد بين مواطنيه والمقيمين فيه تطبيق مجتمع واعي ومنذ أن تم إنشاؤه بتعاون تام جمع وزارة الصحة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات ذات العلاقة أثبت بنجاحه القدرة على تطويع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الحد من آثار الجائحة باعتباره منظومة إلكترونية وطنية متكاملة قدمت وما تزال تقدم تنوع الخدمات والمعلومات الصحية الهامة لمستخدمه كافة والمتعلقة بإظهار الوضع القائم للفيروس في البحرين وتبيان عدد الفحوصات التي أجريت وعدد الحالات القائمة والمستقرة والأخرى المتعافية إلى جانب تلك التي ما فتئت تتلقى العلاج والتي هي تحت العناية ناهيك عن قائمة من الخدمات الإلكترونية الشاملة كخدمة تحديد موعد للفحص بأخذ العينة ومن ثم الحصول على نتيجة الحالة بورودها بصيغة إلكترونية على هاتف مستخدم التطبيق وفي ذات الوقت من الممكن إصدار نسخة معتمدة منها عبر طباعتها وعطفا على ما تم ذكره إذ تم إدراج جملة من الخدمات الإضافية في التطبيق والتي أعلن عنها مؤخرا بجوار الخدمات السابقة كخدمة إصدار شهادة الفحص المسبقي لفيروس كورونا وخدمة الإبلاغ عن نتيجة الفحص السريع ومع التطور الطبي الحاصل في إيجاد اللقاحات المناسبة التي تعطى للراغبين بأخذها لزيادة مستوى الوقاية في أجسادهم وتقليل خطر إصابتها بالفيروس جاءت التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بضرورة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر بصورة مجانية واختيارية لجميع المواطنين والمقيمين وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لتسارع وزارة الصحة بترجمة ذلك على أرض الواقع الطبي العملي متوجهة وعبر معاونة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نحو ضم خدمتي التسجيل لأخذ اللقاحات المعتمدة وخدمة إصدار شهادة التطعيم إلى تلك الخدمات التي يحتوي عليها تطبيق مجتمع واعي إذ بيّنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه يمكن للمتوجهين نحو الحصول على اللقاحات المعتمدة اختيار خدمة التسجيل لأخذ اللقاح ثم اختيار نوع اللقاح المطلوب ثم يتوجب على مقدم الطلب ادخال بياناته الشخصية والمعلومات الخاصة بحالته في الخانة المحددة في التطبيق ليتم بعدها إرسال الطلب إلى وزارة الصحة حيث سيتم التواصل معه من جانب الجهة المختصة في الوزارة إما عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر الاتصال الهاتفي وتحديد مكان وموعد أخذ اللقاح وأما بشأن خدمة إصدار شهادة التطعيم فإنها تمكن الأفراد من عرض الشهادة بعد استفاء جرعتي التطعيم أي بعد مضي أسبوع على الأقل من حصول الأفراد على الجرعة الأخيرة من اللقاح لتمنح لهم بعدها شهادة التطعيم بإصدارها عبر التطبيق واعتمادها كشهادة رسمية معتمدة في المملكة إن إتاحة الخدمات الصحية في القطاع الصحي عبر التطبيق الإلكتروني مجتمع واعي يجسد الالتزام العميق من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالاستمرار في تطوير التطبيق وعملها الدؤوب من أجل المساهمة في دعم وتنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ومساندة الجهود الوطنية الرامية للحد من آثار وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر